عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لاستعراض المبادرات المقترحة من قبل شركة شنويدر إلكتريك الفرنسية بشأن إقامة ألف منزل مزود بحلول دكية طلب مدبولي إعداد دراسة جدوى للنموذج من مبادرات الشركة يتضمن التكلفة ونسبة المكون المحلية من جانبه قال رئيس الشركة سبستيان ريز إن الشركة بالفعل تصنع مجموعة من المكونات في مصنعها القائم بمدينة بدر الصنعية إنها تدرس وتقيم إمكان تصنيع المحلي لعدد من المكونات الخاصة بتقنيات المنازل الذكية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس